السلام عليكم ومعكم ياسر اليوم رح نتكلم كيف تبدأ في مجال اختبار الاختراق قبل ان نبدأ الفيديو عطنا لايك واشتراك وفعل زر التنبيه عشان يوصل لك كل جديد كيف تبدأ في اختبار اختراق اول حاجة واهم حاجة الاساسيات وش الاساسيات اختبار اختراق لازم تعرف في شبكات ولازم تعرف في اللي هو نظام لينيكس وويندوز كيف تعرف تحامل معهم وتعرف الانواع الانواع طيب شلون دلني كيف اذاكر هذا الشيء شوف انا قبل تكلمت عن الشهادات بس بعتك ياه بشكل مختص اذا انت تبي تاخد الشهادة خذها اذا انت تبي تاخد المحتوى خذ المحتوى يكفيك واش الفرق اذا خذت الشهادة بيساعدك بالسي في ايه بيساعدك في تقديم الوظائف ايه بفرز اما كشغل كعلم عندك يعني تس اوكي يعني في ناس مشاء الله يعني فنانين في اختبار اختراق ولا عندهم شهاد حرفيا تمام طيب الان اللي هو اول شهادة اللي هي CCNA من شركة سيسكو طبعا تقول والله طيب انا ما بيختبر خاص ومشكلة خاص ادرس المحتوى وش المحتوى تدرسها فيه لستة في الفيديو في اليوتيوب بإذن الله راح حط روابط كلها في دسكريبشن لستة في اليوتيوب تشرح الشي اسمه CCNA تكره كامل تمام برضو عندك اللي هي سكورتي بلس سكورتي بلس هي جامعة اللي هي نظام تتعامل مع نظام ويندوز لينكس ثويتس والاشياء الاساسية لازم تعرفها سكورتي بلس شهادة حلوة تبي تاخذ شهادة خذها اذا كان عندك المقدر المالي انك تاخذها خذها تبي تاخذها كمحتوى يني اللي رايحك يتي بتاخذ المحتوى اهم شي انك تكون فاهم اهم شي تكون عندك الخبرة طيب وش هوا الليستات وش هوا الناس مين الناس اللي هم يشرحون السكورتي بلس و سيسين اي طبع عندك سكورتي بلس هذا من دحون الكثير لهو بروفسور ماسر لو شتن لستة حقتها تمام شوف مقسمة على اقسام مقسمة على اقسام وكيف الناس يعني مدحون كثير عندكم اللي هو سي سي ان اي سي سي ان اي في واحد كويس يشرح سي 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 ان اي اللي هو سجاد هذ هو هذ هي الليستة بس اوريكم الليستة طبعا من ثمانة سبعين في فيديو فيها اللي هي الارقام مثل تشايفين ارقام الوقت الفيديو اوكي اللي هو من الساعة ممكن في الساعة ربع ساعة الى اخره طيب لازم اعرف المحتوى هذا كله ايه لازم ليش عشانك انت عشان اساس لك يعني ما هو شي اختياري هذا اساس لك انت انت تعرف مصلحة نفسك لكن انت بتتأسس كويس وتبي تكون مختبر اختراق ثنان اوكي مثل الشباب ما شاء الله في التويتر كيف انهم يعني ماحتاج تتكلم عموما عندكم المحتوى هذا اللي هو سي سي ان اي طبعا كل الروابط رح حطه في دسكريبشن بإذن الله طيب انا الحين خلصت منهج سي سين اي وخلصت السكورتي بلس في مدة معينة على حسب استيعابك انت طيب انت خلص الاساسيات نبدأ في الاختبار اختراق اول شهادة عشان تبدأ فيها اللي هي بي تي اس بي تي اس تعلمك كيف يعني شوف يعني يقولك يلا امسك الاداة فلانية هذه الاداة فلانية هذه الاداة فلانية هذه يلا نبيك تتعلم كيف تستخدمها هذا هو هدف البي تي اس تعطيك ادوات معينة في الفحص في الاختراق الاخره تعرف تستخدمها تمام كم المدل تتاخذها في البي تي اس والاشي هذي بان الفيديو الجاي رح افصل في البي تي اس وكيف ممكن اني انا كنت اطبق المحتوى حق البي تي اس واختبار الاختراق حقها كاساسيات تمام طيب نجي هنا الموقع الالين سكوريتي الالين سكوريتي لو تشوفون الموقع الاساسي حقها لو تروحون الكورس أو روح الباث مرة واحدة تمام عندكم بي تي اس اول ما تدرس البي تي اس وتخلص البي تي اس والحمدلله خدت الشهادة انا الان عندي نقول مثلا شهادة بي تي اس وعندي محتوى او شهادة سي سين اي محتوى او شهادة سكوريتي بلس انت الحين جاهز حرفيا ان انت عرفت الاساسيات اختبار الاختراق عرفت الادوات كيف تستخدمها عرفت الاساسيات بشبكات انت انسان بيرفكت طيب وش الخطور البعتها اذا انت تبي ويب وتبي تكون في البيك باونتي وتبي تدعس في البيك باونتي والثغرات والمكافآت في ناس يستخدو مكافآت ان شاء الله خمس الاف عشر الاف عشر الاف عموما كيف تبدأ في شهادة بي اسمها وابت الوابت هالي تتكلم على ثغرات الويب وتتكلم كيف رح تستغل الثغرة وكيف 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 طبعا البي تي اس اذا رح تتكلم في فيديو جيد برضو تتكلم على ثغرات الويب برضو تتكلم على اختبار اختراقات اختبار اختراق الشبكات مثلا اخترق الويندوز لينيكس الى اخر تمام جامع بالاشياء هذه طبعا في اختبار اختراق عندكم اللي هو الويب كيف المسال اروح له بعد البي تي اس عندك وابت وابت اكس مثلا انت شايفين هنا وانا بي تي اس وابت وابت اكس طيب ابي يعرف المحتوى الشهادة ابي يعرف وشو في الشهادة هذي ايزي على طول تروح كورس مثلا ابي يعرف عن البي تي اس اروح كورس ديتيل انزل تحت تمام محتاج تسجل الا ما تيجي تشتري عندك هنا السلبوس الانترودكشن يقولك وش فيها نتوورك وابت طبعا بإذن الله الفيديو جاي مثل ما قلت اكل المرة راح تكلم عن البي تي اس خاصة فيها طيب مثل ما قلنا احنا هنا فتورين فاتيك انت بالويب لو بي تي اس الويب وابت ووابت اكس حسب اللى انت تبيت طيب الان في اختبار اختراق متحددة مو بس اي تروب في اختبار اختراق شابكات اختبار اختراق في الشبكات المهم شبكات ويب وتطبيقات الجوار عندك الشبكات اللي هو BTS, BTP BTX طيب يعني انت الحين عطيتنا مجموعة شهادات ومجموعة مسارات وشلون وكيف ارتب شوف انت بعد ما تخلص CCNA والشبكات ومورك تمام وتخلص ومورك تمام طيب تجي ال BTS تتعلم كيف تستخدم ادوات الى اخره بعد ما تخلص ب BTS انت هنا وين تروح تابي ويب عندك وابت وابت X مو شرط انك تمشي على المسار بكيفك طيب طيب انا والله شوف انا ودي اتعلم وابت في موقع اسمه بورت سويقر بورت سويقر يعطيك اساسيات مرة حلوة في الثغرات الويب طبعا ما انصحك على طول تبدأ كذا انت ما خدت لا شبكات ولا شي دارك تبدأ ما رح تفهم شي وكشي صعب وعشان كذا يعطيك انا الاساسيات في البداية هي اساس ما هو اختيار بين قوسين حطا اساس ما هو اختيار انك تاخذ هذا وتدرك هذه لازم يكون عندك اساس شبكات لازم يكون عندك اساس بمحتوى حق السويق بلس لازم اخذ شهادة لا مو لازم لازم تعرف المحتوى ايه لازم طيب بعد ال BTS انت جاهز انك يانك تروح بي تي بي في الشبكات بي تي بي برضو شهادة قوية جدة تمام و او انك مثلا تروح الوارت طيب انا بتعلم على اساسيات مثلا انا بعد بي تي اس بتعلم مع اساسيات الاتغرات هذا بورتسويقر برضو بحط الرابط في دسكريبشن لما تروحون بورتسويقر بنتروحون اكاديمي تمام راح تدخلوا هنا طبعا سوي ساين ان و لوغان ان راح يسل لك باسوري على ايميلك وتدخل فيه طبعا راح تكلم عن ثغة اسكو انجوكشن اكس اس اس سي اس ار اف اكس اكس اي انجوكشن انوي هذي عندك اللابات ويعلمك حبة حبة مع اللابات تمام طيب في موقع يعني اكيد سمعت فيه مستحيل ما سمعت فيه اللي هو افنسوب سيكوريتي افنسوب سيكوريتي شبتوا المعسكر الرطويق الامن السبراني تدروا مش خدوا اخذوا يعني في منهج عندهم اللي هو بي دوليو كي اللي هو هذا تمام بي دوليو كي اللي هو ما يدرسون في المناجات في الوفنسوب سيكوريتي من قوة الموقع من قوة الشركة هذي طبعا افنسوب سيكوريتي بكل اختصار قدم شهادات قوية تمام قوية جدة تمام متى تاخذها شوف الـ OCB هذي انا بتكلم بس عن هذي OCB هي البدايات الشهادات فيها او المسارات اللي فيها تمام OCB طبعا بس بعطيكم مقارنة بين OCB وشهاد اللي هي بي تي بي في الان سيكوريتي اللي هي هذي البي تي بي تمام كلهم مقاربة المحتوى بس البي تي بي لما تجي تختبر عندك 14 يوم تختبر وقت طويل اما الـ OCB يعني طبعا البي تي بي برضو لما تجي تدرس عادي اي وقت تختبر اللي بكيفك تمام لو بعد سنة سنتين كيفك تمام ثلاثة شهور أربعة شهور ما نتأكدك من المدة بالضبط بس يعطيك مدة معينة و اختبار حقها 24 ساعة تحت مراقبة كل ساعة أربعة ساعات يتغير المراقبة بشكل قوي يعني من كثر الكلام اللي أقولك جدا قوي طيب أكيد شفتوا الشهادات هذه OCB OSWE OCCE وش هذي وش الطلاسم هذه بعدا بين هذي شهاداتها منتقدمة شوي بس كبداية انتم كبداية في اختبار اختراق انت تحتاج معدل شبكات سكورتي بلاس تعرف أساسيات عندك البيتي اس تعلمك اختبار اختراق تنقز بيتي اس ما نصحك لازم في البداية بيتي اس شهادة جدا حلوة تبدأ فيها طيب انت ياسر وش المسار تمشي عليه طيب شوف أنا بقول المسار دي أمشي عليه لحد الآن صراحة ما رسمت خريطة كاملة لأ يعني بحسب خبرتي وحسب الطلاعي واسألتي الناس يعني عامة المسار اللي بمشي عليه بعد شكلة الباس لسي طبعا وبيتي اس ونروح لأمانة بيتي بي شهادة قوية جبتا تمام أنا ببدأ في البيتي بي وباخذ وقت فيها طبعا البيتي بي رح تعلمك شكل يدوي كيف تخترق الأجهزة كيف تسوي كود خبيث اللي اسمه بيلوت نفسك باش يعني شي شي كويس مرة قوية تمام باخذ راحة في البيتي بي ممكن ثمانة شهور سبع شهور على حسب تمام ممكن اني اجي اخذ اللي هو او لازم اخذ اللغات اللي احتاجة في البيتي بي مثل بايثون روبي باش ممكن جافاسكريبت ما ادري صراحة بس على حسب طيب بعدها اللي هو بعد البيتي بي خلاص انا اختبر البيتي بي مثلا او ممكن اخذ كمحتوى لحد الان ما ادري ممكن بعدها اني اجي اروح ل او سي بي برضو ادرس محتواها المدة معين اهد شهور وبرضو اني اختبر او سي بي اللي مدة الاختبار 24 ساعة ممكن يومين ما ادري كم بالضبط ما عطيكم بس عطيكم المغزة تمام هنا انا اكون خلاص البيتي بي واخن خلاص الوسي بي وين روح بعدها ممكن اجي بعدها او اكيد اني روح للوابت مو شرط اني ادرس ها كشهادة انا اقول لكم عادي انك تدرسون محتوى طبعا الوقت كل المكان موجود بإمكان ممكن اجي ابدأ في البورت سويقر اخذ تمام بمتغرات هذي كلها طبعا انتشوهون بس اكس اكس او هنا في 32 لاب 16 لاب لاب تمور ريكم يلا مثلا سكو 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 هنا يقول لك في البداية عالم كوش سكو سكو وكيف تستغل لها هنا شرح بسيط عنها ويتكلم بشكل بداي اسكل انجاكشن وإنها بكل اختصار يعني ما بيطلع عن الموضوع وخلاص الاسكل انجاكشن لغة database أو SQL معلاتها SQL لغة database لغة اللي تتعامل البيانات في المواقع تخزن بياناتها عن طريق SQL لو استغلت الثغرة هذي تقدر الموقع كامل عموما عموما انت بيك باونتي تابي ثغرات الويب وزي كذا عندك اللي هو BTS لازم تبدأ فيها BTS برضو فيها ويب وإلى آخر برضو عندك بعدها اللي هو WAPT WAPT X إذا كنت تمركز مرة في الويب تمام يبيلك وقت لا تحسب ها تاخذها بسبوعين ولا بشهر وشهرين على حسب اللي تاخذ وعندك الوابت X وانت بعد بعد الوابت تكون انت جاهز أصلا انك تجي في البيك باونتي وتكتش ثغرات وتحصل فلوس منها الى آخر تمام كال الاختصار في البداية عندك شبكات محتوى سكوت بلس المؤمن هم الشيات كتعام مع ويندوز لينيكس برضو عندك اللي هو الشسم إذا كنت بتاخذ النتورك بنتسر اللي هو مجال النتورك طبعا بنتسر معناتها مختبر اختراق أو ممكن إثيك الهاكر كلها نفس الشي بس المهم بنتسر أو منترشن تستين عندك النتورك بنتسر برضو بإن الله بإن الله شهدتين هذا ما أخذها طبعا بنتسر تراهي كسعر غالية إذا كنت بتشعون سعر أبوريكم بعض سعر غالية يعني يبيلك مزانية إذا كنت كطالب جامعي ما أدري الصراعة بس برضو في فيديو بتكلم عن لو كنت طالب جامعي وش تسوي يعني هل تشتري وهل وش تسوي فهمت إذا كنت بيه اختراق بدنا الله في فيديو ثاني تتكلم عن هذا الشي والفجو الجاي بإذن الله رح يتكلم عن البيتيس شكرا أنك وصلت للمقطع هذا يعني فصلت اللحظة هذه تتابعني ومتحملني شكرا عم شاهدتك وأتمنى أنك تقدر تدعمني صراحة الأمانة صراحة مبسط إذا شفت اللايكات وشتركات عندي شي يحفزني أنا صراح أنا أحب أسعادة الغير شكرا أخذت من نقطع كثير أتمنى أن يحفزتك وأي سؤال أي سؤال تمام في الكومنت إذا تبي تشوف أي شي جديد عندي عندك الجرس فعله وحطها على خلاص يتفعل عندك